موسيقى 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 يا أخي حس على دم اللي بخليه فينك ورده على تليفونك بس بناش كده من الصابح ماليش نقاس ولا بقولك كده عشو تاني ماليش نقاسي بوش موسيقى أنا عندي ليش مفاجة عندما هي موسيقى 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 شربت المفاجة الحلوة بقى أنا هنا ساعتين ومش عاوزت بعت لك مسيج ولا مخليين أحلن نبعت لك مسيج عشان قلق تعميه لك مفاجة في مفاجة أحبب من كده يا هد تعال أعد مع بنت عامك عشان تحكي لك الحكاية تحكي لي يا مام حكاية جوازها من الصيع الضايع اللي كان هنا اسكت مش تلعي تحاوزة تتطلق تتطلق موسيقى تتطلق ولا ما تتطلقش يعني حاجة ما تخصنيش موسيقى معلش يا ماريما كنيف صعب معاكي بس انتي عارفنا بيبقى عندي شغل بدري معلش بعل اذنوكم صباح على خير انت راح فيين راح فيين انت انت سهبنا وماشي مجلول انت ممكن تسيبني في حالي لا مش هسيبك في حالك ما انتشبش بماغك خلش وقعد مع بنت عامك ايوة تعال اقعد مع بنت عامك بنت عام ديف عسمة راجل تاني ماش كده ولا ايه يا مادم ماريما وفي ايه يعني وانا بقول اخوش اختصيبة هاي انت المت جاوزته في لحظة ضعف ايوة ودي لقتي ندمانة مش انتي حبيبتي ندمانة اه شبت قالت اه ندمانة نسيبها احنا بقى ونطنش ولا نقع بجنبها ونساعدها وخصوصا انها مالهاش حد في الدنيا غيرنا يا عاد انت ما انت عارف اختها ما بتدارش على مصلحيتها وبس بنتي مش هتقعد معاكو اكتر من كده بنتي هاخدها بالزوء او بالعافية لا انا هاخدها بالمحكمة محكمة قيل هابل هو ما ترد الان او شكلك جمال امك مبتردش اوخ لو تسيبني رد عليها واتنيني لها في جنبها تبقى عبيتة احنا لو ردنا هنفتح باب للمناقشة ولا عفلت الموضوع ده خالص والنبي ايه فاكرني هابلة والله عبيتة يا حازم والله ارطل فيه على باب الشقة برا والرسالة يا خايل ليلتا لسه بعتها لها من دقيقة ايه الرسالة ما فيهاش خلقته حاجة بس زي الكلام اه وانت يعني فاكر انك لما ما تردش هي هتسكت هتعمل ايه يا عشو تصب علينا زل قضل مستعجل ده مش هيغير حاجة في اللي انا انا او اعملها مم اللي انا او يتعملوا من غيري من غير ما ترجعلي احنا مش تكلمنا في الموضوع ده مليون مرة وانت من يوم ما اتجاوزنا وانت عارفة ان انا عندي بنت وحتيجي تعيش معنا هنا ايه يا حبيبي ده باعة تسند الحضانة مش دلوقتي اما تبقى عروسة حلوة كده هو انت عار تخدم نفسها ما تنساش ان انت بنتك عيانة ومحتاجة رعاية وانا بصراحة مش فضيالها ما بقى جبلها شغالة عادي بسهولة جبلها شغالة وانا اللي خدمك طول عمري وشقيانة في شغل البيت عمرك ما فكرت الجبل شغالة جرائيه وساب انت بتوني شاجة للبيع لا يا حازم مش انا انت اللي بتقول جرائيه حازم ما كنا ماشيين كويس كل حاجة بالاتفاق ايه اللي شقل بكيانك ودخل في دماغك ان ابنتك تيجي تعيش معانا يعني انت مش عارفة ليه لا عارفة ليه عشان الواد الصيع اللي انت لقيته مع اختها الخرصة بس ده مطلعش غريب طلع جوز اختها يبقى فين المشكلة انا اقولك فين المشكلة المشكلة حبيبي في الكلام اللي يودى قالهولك على اختها صح ولا انا غلطانة بقولك ايه ما تخش اتنم احسن علي النعمة ولا موعدوها ان انت النار قادت جواك ولعت جواك اما سمعت اسم نادين وجريت عالمحامي عايز تعمل موضوع القضية والحضانة وتاخد البنت ليه ده كله ورق الضغط يعني مش اكتر يعني عالفتكسات يا حبيب ده انا خبزاك وعجناك وفهم اللي جواك انت عايزها ما تتجوزش تفضل قدامك كده هم على امل لا امل ولا عمر وبطالي فاتي بقى انا بفتي؟ طب اسبيتلي حازم ازاي؟ اسرف نظر عن القضية وسبها تتجوز مستحيل مستحيلة سيب بنتي تعيش مع ام مش فاضيالها وخالها مستعتر انا كله ده مهمنيش يا ماري انك ندمانة ان طول عائل وسخ انك عايزة تطلقي كل ده مهمنيش انا اللي فارق معايا حاجة تانية خالص انتي ما قلتليش ليه ليه الكلام ده ما قلتليش من اول انا ما قلتليش حاجة تانية خالص انتي ما قلتليش حبينيو انتي ما قلتليش حبينيو ولا قلتلي اتعلق بيه بس سيبت يعني مجل ده يا ام انا بقى كان بيت هيقلي حاجات موسيقى 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 لاديا ماذا؟ لاديا أقولك إيه ما تطلع بالعصير بسرعة عشان دماغ أبنكتلين شوية أصبر، أصبر الشغلانة تجبيرة قوي محتاج أحد بيفهم في السوفي يا نهر اسود وبنين يا لاتي عليكي هتعمل لابنك عامل صفلي مش هو هو انا يا عمي اقذ ابني معقولة لا انا هعملها للوادي الملزة اللي هي على زمته عشان لما يشوفها يشوفها قرط وبدل ما يجيلك عشان تصالحها عليه لا هيصعف على بطلق ويجي يقولك من فضلك طلقني منه انا بجي ان انا ليه يا اختي ميروحي طلقة منه النفس انا باني هي احسن هيحصل وحياتك انت هيحصل طيب وابنك هو اللي حيتجوزها بس انا مش بلع ان هو يتجوز واحدة متطلقة يا زدي لعوض اقوله افتاني واحدة ولا افتانيت واحدة ولا افتسع واحدة انا رح جوزه كل شهر واحدة بس تلاقي مع القرشين واخلص طب اقولك ايه نعم بلاشت مايو مع اختها اه وريها الوش الخشب وبلاشت كلمتين اللي كله مرة بتقولهم له لو ندامش هيجب نتيجة اقولي كده ايه اه اختها دي بقى مش حرفة معاها ولا وش خشب ولا وش جلد ولا وش جبس دي مش هتتهت الا بحط ورايب قوي قوي ها هتتنتش الحط اللي هو كده اه بحط بحط المترجم للقناة 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 السلام المترجم للقناة